السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة في برنامج كل يوم قصة قصة النهاردة تبدو انها مؤلمة شوية بس فيها عبرة جميلة جدا شاب وفتاة اتفقوا على الزواج وتزواجها فعلا ولكن حدث ان هما قعدوا ثلاث سنين لم ينجبها مع ان هما الاتنين سنة ما فيش فيهم اي حاجة فاتفقوا منهم يتبنوا طفل وفعلا زهبوا الى احد الملاجئ ويتبنوا طفل واتربوا الطفل ده وكانوا بيشبوه جدا وفي منتهى السعادة مرت سنة والتانية سبحان الله حدث امر غريب الزوجة حملت فلما حملت الزوجة سبحان الله يعني بقوا في منتهى السعادة فلما انجبت كلاموا بقى ازاي يعني بقى عندنا ولد من صلبنا وعندنا ولد بالتبني هنعمل في ايه فقالهم اتفقوا منهم هيربوه هيربوه الاتنين سوا لان الولد اللي بالتبني ده بيشبوه جدا وعايش معاهم ومع مش اي مشاكل وبيحبوه جدا زي ابنهم بالزب وعاشوا الولدين مع بعض وكبره حتى اصبح شباين الاتنين بقوا شباب في يوم الايام الاب والام راحوا يزوروا احد اقاربهم ماشي فلما راحهم جنب الليل فتلاقوا الولد اللي هو ابنهم الصغير وشه كله جاي بتام بتعور جامد قالوا له في ايه ايه المشكلة اللي حصل فاشار الاخوه التاني اللي هو بتبني ان هو ده ضربني فالراجل طبعا انفعل جدا وزعل جدا وغضب غضب شديد وضرب ابنه اللي هو بتبني وطرده من المنزل وقال له كلام وحش جدا زي انت مش ابني انت لقيت احنا جبناك من ملجأ كل الكلام ده كلام وحش جدا واثر في نفسيته جدا خلاص وطرده برا المنزل والولد يتوسل يعتذر مفيش اي اساليب للرحمة طرده برا البيت الولد طبعا مشي في الشوارع مفيش مصدر اكل ما يعرفش حاجة كان عايش مرفه طول فترات عمره دي كلها ما تعرضش ابدا لموقف محنة مشي في الشوارع اكل من سرديق الزبالة اخد فلوس من الناس صدقة وطبعا وبقى مش عارف يبات فين بقى يجي كل يوم يبات في الحديقة بتاعة منزلهم القديم لعله ان بقى ابوه او امه اللي هم بالتبني حد يعتف عليه او قلبه يرق وبقى دا يعد زاره وندمه وهم مش مسمحينه ابدا كأنهم مش شايفينه وكان يعني بينام الفرش بتاعه الحديقة واللحف بتاعه السماء ما كانش لفيه اي غطوة عايش كده وخلاص وبعدين في يوم الايام الراجل الاب شاف الابن اللي هو ابنه بقى الحقيق بيعايد جميل جدا بعد النافذة قاللو عالك يا ابن فيا كايبي تعايد الي Не ائي اللي حصلك قاللو اخي صعبان عليا حال اخي دا مش أخيوك ده واحد جيمنيه من ملجأ ده واحد لقيه لاј ما لدي اخ ما جيمة من ملجأ ونرفز وتعصب على قاللو والله ابي انا مش بامكي من كده بس قاللو بتوكي من اية قاللو في حقيقة انا اخفتها عليك قالله اوcé حقيقة اللي اخفتها عليا قال له والله يوحك وانتو برا انت والدتي فانا بتكلم مع اخويا وغلطت فيك قال له يعني اغلطت فيها قال له تمنيت لك الموت او يحصل لك حاجة عشان اورسك واجيب العربية لنفسي فيها وورس الفلوس واتمتع قلت ليت اخويا ده ضربني ضرب مورح وقال لي اوعى تقول كلام زي ده انت اللي تموت مش هو اللي يموت انت لو عايزهم انت ده اللي تموت مش هو اللي يموت ده لو مات انا اموت وراه على طول ده اكتر حد بحبه في الدنيا وبعدين الراجل سمع الكلام وهو متصمر في مكانه مش عارف ان اللي طرده ده كان اكتر واحد بيحبه في الدنيا خرج يجري في الحديقة ابني 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 فعلا لقاه في الحديقة ونايم بس كانت النموة الاخيرة لانه لقاه مات مات من الجوع مات من قلة الغطع مات من البرد ولكن قبل كده مات من قلة الاهتمام او مات من الكلام السيء اللي حصل له العبرة دي او العبرة المتصة دي ان انت لازم تكون في حكمك على الانسان عادل وتكون في حكمك على الانسان حليم ما تخليش الغضب ياخدك في مناطق تانية ربا اخن ربا اخن لك لم تنوته امك ممكن انسان يكون قريب جدا ليك اكتر من قريب الدم ممكن انسان يقف جنبك اكتر من قريب كتير ما هو قفوش جنبك فانت لازم تحكم عقلك ومتحكمش عاطفة سيئة ابدا تمشيك وشوفنا الكلام ده كتير في فيروس كورونا اللي هو مباهد للدنيا كلها شوفنا اهل او ابناء بيتخلوا عن اموهم مع ان امو كانت رائد واتصلت بيهم قالت له ما انا رؤت تعالوا خدونا قالوا مش انا اخدك وزعلوها ماتت من الزعل مش ماتت من كورونا واحدة تانية ام تانية رفضوا ابناءها يستلموها يستلموها ما اردوش يستلموها فضلت 11 يوم في المشرح الحد ما ديفيناه في مدافين الصدق ما دول ابناء ام الدم وخلفوهم بس عملوا معهم ايه وبرضو ابناء تانيين ابناء الابناء الراجل في بروسعيد اللي بهم توفى ما استنوش عربية اسعاف خدوه في عربية ربع نقل بس تم خفوش من مرض ده شالو ودفنوه يعني ضحوا بحياتهم عشان ابوهم ضحوا بحياتهم عشان ابوهم وبعد كده راح تسلمو نفسهم من المستشفى الحميات بعد ما دفنوا ابوهم دي نمازج من نمازج البشر نمازج من نمازج البشر وإحنا شفنا كتير وهتقابل ناس كتير في حياتك ممكن ما يكونش قريب دم ممكن ما يكونش فيه بينك وبينه نسب ممكن ما يكونش بينك وبينه اي علاقة إلا الصداقة وتلاقيه واقف جنبك وفي ظهرك أبد الظهر وده العبرة من قصة النهاردة معلش هي قصة مؤلمة بس كانت فيها عبرة كنا عايزين نوصل بس رسالة أحكم أخليك حكيم أو أخليك في حكمك حليم أخليك في حكمك عادل أخليك في حكمك على البشر عموما إنسان تحكم عقلك وعاطفتك مع بعض مش العاطفة لوحدها أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأتمنى تعملوا للقناة اشتراك هو إحنا مزعلينكم في حاجة فين الاشتراكات فين الناس عايزكم تتمع عشان كل جديدي يوصلك وتفعل الجرس ونتمنى يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته